الاختراع الجديد ظهر الصباح في غابة السعادة والفرح إنها الساعة السابعة واحد اثنان واحد يبدأ بابي نهره ببعض التمارين حسنا كان يفترض أن أذهب إلى منزل آدي هذا الصباح ثمت ثلاثة دبابة في الغابة الوالد والوالدة والدبو الصغير الوالد الدبو هو بابي مرحبا هل لم تجيدا؟ مرحبا لبي أنت هنا أين بورورو وغرو؟ تعلم أنهما يحباني النوم كثيرا أولا، بورورو وغروي يغطاني في النوم أرأيت؟ هما ما زالنا إيمين من المفترض أن نلتقي عند الثامنة كم الساعة الآن؟ إنها الثامنة والنصف استيقظ غرو قال لنا ايدي ان نكون هناك عند العاشرة لقد تأخرت في النوم مجددا ايدي انتم جميعا هنا تفضلوا ايدي قلت ان عندك ما ترينا اياه فحيح هذا هو اختراع ايدي الجديد الطباخ الماهر يمكنه ان يطهو الفطائر والبيتزا والكاعة المحلة وكل ما تريدون كل شيء هذا صحيح دعوني اوليكم حسنا سنضع بعض الضرة سنديره هكذا والان لنرى انها الحادية عشر الان بعد الساعة سنحصل على الفشاق الفشاق هذا صحيح اصبروا قليلا سيجهز قريبا حصلنا على الكثير من الفشاق لكنه لذيذ وهكذا مضى الصباح وذهب الاصدقاء الى منزل بورورو بعد الظهر للعب لقد انتهيت ان هذا يليق اكثر بالمنزل اصدقاء حان وقت العشاء إنها السادسة والنصف لقد أعددنا أنا وأدي بيتزا شاهية آه، حقاً آه، إنها لذيذة فأي أنا سعيد لأنها أعجبتكم إلى اللقاء برورو وغرو لتتخصما حسناً إلى اللقاء عاد الأصدقاء إلى منازلهم بعد العشاء أنقذ الأمير الأميرة بعد أنقذ على الوحش المخيف وعاشا بعد إذن في سعادة قطى جرو في النوم وهكذا مر يوم آخر وهبط الليل في غابة السعادة والفرع اشتركوا في القناة